العينة والمجتمع تعريف المجتمع المجتمع هو عبارة عن جميع المفردات محل الدراسة والبحث والتي لها خصائص مشتركة تعريف العينة العينة هي جزء من المجتمع وتمثله ويتم اختيارها بطرق مختلفة بغرض دراسة هذا المجتمع والشكل التالي يوضح العلاقة بين العينة والمجتمع من الشكل يتضح أن العينة جزء من المجتمع بمعنى أن المجتمع هو أشمل من العينة على سبيل المثال في دراسة لتحديد نسبة المتميزين بين طلاب جامعة الملك خالد المجتمع يكون جميع طلاب جامعة الملك خالد والعينة اختيار ألف طالب من طلاب جامعة الملك خالد بطريقة تضمن تمثيل كل كلية من كليات الجامعة بشكل عادل وينقسم المجتمع الإحصائي إلى قسمين رقم واحد مجتمع محدود أو نهائي وهو عبارة عن المجتمع التي يكون فيها عدد محدود من المفردات مثل عدد طلاب قسم إدارة الأعمال في كلية العلوم الإدارية والمالية عدد أجهزة الكمبيوتر في المعمل رقم اتنين مجتمع غير محدود أو لا نهائي وهو عبارة عن المجتمع التي يحتوي على عدد لا نهائي من المفردات مثل عدد الأسماك في البحار عدد النجوم في السماء عدد أشجار فاكهة ما المعلمة والإحصاء المعلمة هي ما يميز المجتمع الإحصائي كله أو المقاييس المحسوبة من المجتمع مثل متوسط المجتمع تباين المجتمع نسبة توفر صفة معينة في المجتمع على سبيل المثال متوسط دخل الفرد في دولة معينة التباين في أطوال الأفراد في دولة معينة نسبة المتزوجين في دولة معينة وهكذا الإحصاء هو عبارة عن المقاييس المحسوبة من العينة أو ما يميز العينة مثل متوسط العينة تباين العينة نسبة توفر صفة معينة في العينة على سبيل المثال متوسط الدخل الشهري لعينة مكونة من 100 عامل من عمال شركة معينة التباين في خبرة عينة من عمال شركة معينة نسبة المتزوجون في عينة من عمال شركة معينة أنواع العينات عينات احتمالية وعينات غير احتمالية العينات الاحتمالية وهي العينة العشوائية البسيطة عينة عشوائية طبقية عينة عشوائية منتظمة عينة متعددة المراح تسمى العينة العنقودية العينات غير الاحتمالية وهي العينة الحصصية والعينة العمدية وسنتناول كل هذه الأنواع فيما يلي بشيء من التفصيل أولا العينات الاحتمالية في هذا النوع من العينات يقوم الباحث باختيار مفردات العينة من بين مفردات مجتمع البحث وفقا لنظام احتمالي محدد ومعلوم أي يكون لكل مفردة من مفردات المجتمع نفس الفرصة في الاختيار ضمن مفردات العينة وينقسم هذا النوع من العينات إلى رقم واحد العينة العشوائية البسيطة في هذا النوع من العينات يتم اختيار العينة من المجتمع بحيث يكون لكل مفردات من مفردات المجتمع نفس الفرصة في الاختيار على سبيل المثال اختيار مدموعة من الطلاب لمعرفة أطولهم من طلاب كلية العلوم الإدارية والمالية يعطى لكل طالب رقم ثم نختار أرقام الطلاب بطريقة عشوائية لنكون العينة المختارة تمتاز هذه العينة العشوائية البسيطة برقم واحد البساطة وسهولة التطبيق تمتاز العينة العشوائية البسيطة بالبساطة وسهولة التطبيق ولكن يعاب عليها ارتفاع تكاليفها في الأبحاث التي تكون فيها وحدات مجتمع الدراسة متباعدة وكذلك يصعب تطبيقها في الأبحاث التي يصعب فيها حصر مفردات المجتمع هدف البحث كما تكون نتائجها غير دقيقة في حالة المجتمعات غير المتجانسة العينة الطبقية في هذا النوع من العينات يتم تقسيم المجتمع إلى مجموعات متجانسة وغير متداخلة وتسمى كل مجموعة بالطبقة ثم نختار عينة من الطبقات بطريقة العينة العشوائية البسيطة ثم تجميع هذه العينات لتكوين عينة طبقية تمثل المجتمع بأسرة على سبيل المثال إذا أردنا دراسة مستوى دخل الأسر في مجتمع ما يمكن تقسيم هذا المجتمع إلى فئات الدخل منخفض متوسط مرتفع كما يمكن اختيار العينة الطبقية بطريقة التناسب يتده ذلك من خلال المثال التالي شركة يعمل بها 500 عامل و200 مهندس و300 موظف 500 عامل تمثل الطبقة الأولى 200 مهندس تمثل الطبقة الثانية 300 موظف تمثل الطبقة الثالثة مجموع الطبقات يمثل هذا المجتمع وهم العاملون بهذه الشركة والدراسة متوسط مدد الخدمة للعاملين بهذه الشركة فالمطلوب اختيار عينة بنسبة 10% الاختيار هذه العينة حجم المجتمع كله يساوي الطبقة الأولى ذائد الطبقة الثانية ذائد الطبقة الثالثة ليكون حجم المجتمع 1000 حجم العينة الكلي يساوي 1000 في 10% تساوي 100 مفردة يتم تقسيم حجم العينة على الطبقات بنسبة كل طبقة إلى المجتمع نصيب الطبقة الأولى من العينة يساوي 50 مفردة نصيب الطبقة الثانية من العينة يساوي 30 مفردة نصيب الطبقة الثالثة من العينة يساوي 20 مفردة إذا جمعنا نصيب كل طبقة من العينة يعطى ما يسمى بالعينة الطبقية أو نعطى ما يسمى بالعينة الطبقية ترجمة نانسي قنقر